وبنسبة الموضوعية في التناول وقبل ما نطلع فاصل أتمنى أن الموضوعية في التناول والهدوء الإعلامي كده يصاحب كل الفرق المصرية شفنا نادي الزمالك غادر بطولة أفريقيا وأصبح حتمياً مش هيحقق اللقب للسنة العشرين على التوالي أو للنسخة العشرين داخل البطولة اللي أنا بكلمكم فيه إيه خص الأهلي إن شفت الإعلام مبارح بيتعامل بالتزان كبير جداً شفت الإعلام بيتعامل بهدوء وبيدي أعذار وبيتكلم في أمور جيدة وبيقول لا نقدر نبني والقرارات دي قرارات سليمة ويلا نزق الأدام حلو جداً نتمنى لما نشوف الأهلي لقدر الله في أي إخفاق استثنائي أو مباراة بنشوف فيها فارق عشرين نقطة في الدوري زي ما شفنا معنيني فيلر في دوري محسوم لك وبتقسل مباراة ملهاش أي قيمة فيطلع البعض يقول لإدارة النادي الأهلي النجاح في الملعب بيجي من المكتب شوفوا فرق الصورتين وانتو تعرفوا أن دورنا هنا رصد ده أسامة أنا عايز أقول لك حاجة أن النهار ده وأنا جاي في الطريق كان فيه مباراة الإسماعيلي وبيتروجيت في العبوسكاس مصر وكان الدكتور رامي بهجة هو معلق المباراة وكان الكابتن محمد عمر في الإزاع كان هو الحاضر معاه وإحنا بنحترم كل الأشخاص وطبعا الدكتور رامي بهجة له أسلوب مميز في التعليق كابتن محمد عمر يعني محبوب من جمير النادي الأهلي بشكل أو باخر ولكن بدأوا يتناولوا المباراة كانت بتقام في نفس الوقت بين بيترو أتليتكو وسجرادة واتكلم دكتور رامي بهجة بوضوح أن المباراة يعني مفيش فريقين من دولة واحدة هيسمحوا أنهم يعرقلوا بعض الكلام ده أنا آسف مش حقيقي هو استند على مباريات الدول السنة اللي فاتت كان سجرادة فيها فريق قوي فقدر يفوز على بيترو أتليتكو ثلاث مباراة من أصل أربعة لكن السنة دي الوضع مختلف تماما وسجرادة بالفعل فريق بيعاني بشكل أو بآخر ويمكن رد الكابتن محمد عمر قال أن الزمالك هو اللي وضع نفسه في الأمور دي وعايز بس أقول أن أحنا هنا في مجموعة النادي الأهلي فريق الهلال وفريق المريخ ما سمحوش لبعض أن فريق يعني يعدي فريق في المنافسة دي فريق فاز والآخر كان بيقاتل علشان الفوز وهو فريق الهلال وعندنا في مصر النموذج يعني الأهلي والزمالك في 2012 كان واضح جدا كان النادي الأهلي بيلعب الزمالك في آخر جولة جولة الستة وعندنا على المقابل فريق ما زنبي وفريق الزمالك متقدم واحد سفر وكان لازم أن أنت تحقق التعادل عشان تفرق بنقطة نادي الزمالك كان بيلعب منتهى القوة برغم أن نادي الزمالك حق في البطولة دي أو في المجموعة دي تقريبا نقطتين فقط لغير منهم النقطة دي يا فارس فأعتقد يعني خانة توفيق دكتور رامي بهجة في فكرة أن أندية داخل دولة واحدة يعني بالطريقاتنا كده تفوت المجموعة حلو جدا أنه احنا بنقول لكم يعني بنبقى رصدين اللي بيحصل صوام في الإعلام الإزاعة ده عهدنا دايما بيكم ويمكن بمناسبة أندية الناس وإحنا شغالين عمالها تبعاتلي صورة ممكن ما شفناش قبل الحلقة لمشجع من نادي الزمالك كان موجود في مدرجات ساندونز أعز أقول لك يا جماعة الأمور بسيطة جدا أصعب شيء في الدنيا أن أنت تحاول أن تحقق بأقدام الآخرين ما لا تستطيع تحقيقه بأقدامك ده شيء مؤلم جدا نشوفك بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر